تلقى الرئيس عبد الفتاح حسيسي اتصالة الهاتفية من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وصرح المتحدث باسم رياسة الجمهورية بأن الاتصالة تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي وخلال الاتصال تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي كما تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين حيث ثمن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين في إطار أواصر المودة والأقوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين معربا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر من جالبه أكد الرئيس أسيس اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع ما بين البلدين والشعبين الشقيقين التي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير وأكد رئيس سيسي استمرار دفع وتعزيز ألية التشاور والتنصيق المتبادل بشأن مجمل القضايا وتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ترجمة نانسي قنقر